السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا وسلم تكون في قناة السلام بساعدة اليوم سوف نتعلم من سلسة نظام نينيكس في الحلقة التاسع عشر بعض المفاهيم الجديدة وسوف نقوم ايضا في مراجعة المفاهيم الحلقة الثامن عشر واذا نتعلم في هذه الحلقة بعض الأمر الجديدة وهي تقريبا أربعة أمر سوف نقوم ببدء في مقدمات جميلة اليوتيوب ويساعدنا على عرض المهارات التي لدينا والآن سوف نقوم بالطرح ملاحظة أو نصيحة لكل من يشاهد البدء تعلم من أي مواصر ورغو يكون إعادة لأن في رعادة إفادة وإذن تتعلم طريقة جيدة لإستدام الأمر في الترمينال أو دينيكس الآن نتعلم بعض المفاهيم لدينا الكوماند الأمر والاوبشن المهمة والأرغومنت هو المنحق أو الفلدر المسلم وثم لدينا بعض الموستيلدام التي تدول على السلاشهم أو السلاش يوزر وثم لدينا سنجل هايفن و دابل هايفن التي تستخدم في الابشن وثم لدينا سلاش وثم لدينا سنجل و دابل و باك كود أيضا قمنا بشرحة في الحلقات السابقة وثم لدينا أسترق التي سوف نقوم بشرحها في هذه المحاضرة وثم لدينا باك سلاش التي قمنا أيضا بشرحة في الحلقات السابقة وثم لدينا الفاصلة الملقطة وقمنا بشرحة في الحلقات السابقة و النقطة أو الدوت وثم لدينا اكوشو مارك علامة الاستفام وثم لدينا اي الاقواس المربع ونقوم بشرحها ايضا في هذه الحلقة حلقة اليوم و بالمعلومة ايضا لدينا اكزالاميشن اي علامة التعجب التي تعني لا أو ما عدا ثم لدينا ثم لدينا التي تعني الاختصار ثم لدينا الكلمة المفتاحية ليعرض لنا جميع الأوامر التي تحتوي على هذه الكلمة المفتاحية وفي بعض التوزيعات ثم لدينا انواع الملفات والوانهم black والسود او ابيض يعني regular file او ملك اعتيادي او ملك نصيب له directory file او المجلد صحيحة الملفات المختصرة او الاختصار الملفات المختصرة ثم لدينا green يعني او او الملفات التنفيذية الآن نقوم باغلاق هذه النافذة ونتجف الى الترمينال لنتعلم بعض الأوامر الجديدة الآن نتعلم اخر و لنقوم بالتطبيق الأوامر وتنفيذها على هذه الملفات او المجلدات او المجلدات نقوم الآن في استخدام الاس ثم باستخدام الحرف D و ثم النجمة الصغيرة والثاني النجمة الصغيرة نقوم بالتطبيق باستخدام جميع الأحرف او أي حرف يبدأ الحروف في D وينتهي نقوم بالتطبيق باستخدام لأن D صغيرة وهنا نظام حساس من ناحية الحروف نقوم باستخدام دي كبيرة يقوم بطبعة جميع الحروف هنا دي سكتوب قام بطبعة ما يحتوي على دي سكتوب ودوكيومات هنا لم نقوم بالتحديد الحروف قام بطبعة أي حرف ولكن فقط يبدأ بحرف D كبير هنا لإستخدام الأمر بشكل طبيعي ونقوم فقط باتباعة ما يحتويه فقط نقوم بإستخدام إيكو بشكل اكتيادي إيكو وثم هنا نستطيع من إستخدام الملف 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 يبدأ ولا نعلم ما هي النحاية ولا نعلم الفروف المتبقية نقوم بالنقرة على الملف كما تشاهدون هنا ايضا نستطيع من أو النقطة في وهنا يقوم بالتبعة المساعد هوم سر مساعد هوم سر مساعد هوم سر مساعد هوم سر مساعد ايضا نستطيع من تحديد الحرف البداية وحرف النهاية ولا نعلم ما هو الحرف الوسط يقوم بالراجع الآن كما تشاهدون دوكمنت ودونوط ينتهي بحرف اس واذا نستطيع من تحديد حرف النهاية فقط نقوم بالرجو وحرف دي الآن قام بطبعة جميع الأوامر وجميع المجلدات التي تنتهي بحرف اس الآن نذهب إلى الأمر الثاني وهو لنبقي علامة الثالثة نذهب إلى الأمر الثاني وهو علامة الاسفام أو الشمر نعلم بداية الأولى نقوم بعمل كير ليتضح الأمر الثرث الآن نعلم بداية الملك مثلا ولا نعلم ما هي الحرفين المتبقية ونعلم عدد الحروب ثلاثة الحروب نقوم بوضع علامة الاسفام مرتين وهنا يضع م نقوم بعمل الآن نعلم ما هي الحرف البداية والنهاية ولا نعلم ما هي الحرف في الوسط الآن 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 لا نعلم ما هي الحرف في البداية أيضا هنا الفرق بين الأسرك تقوم بتبع جميع الحروق التي لا نعلم وهنا العلامة الاسفام نقوم بتحديد عدد الحروب نقوم باستدام نقوم بكثير نقوم بتعب إلى الأمر الأخير وهو الرمز الأخير وهو الأقواص المربعة نقوم بالتحديد الأمر ثم نقوم بغطة ثم إنتر الآن ثم تشاهدون قام بتبع المسار و A و D لماذا وما هو القطة لأن لم نضع الأسرك أي يقوم بتبع أي حرف يحتوي على A و D الآن قام بتبع A E W لم يطبع DCTOP ودكيموت لماذا لأن LINEX حساس من ناحية نقوم بوضع ID كالضب ويجب الآن بطبعة جميع الأور وجميع الملطات الآن قاموا بطبعتهم ولكن أحيانا نقع في هذا الخطأ يجب أن أحيانا يكون هذا الأمر خطأ لنقوم بوضع جميع الحركة الضب ثم كما تشاهدون الآن تجاهل الحرف A E W لكي لا نقف الخطأ أحيانا ثم Clear ثم نذهب إلى أمر RM تعرفنا عليه RM هو لحذف الملفات أو المجلدة LS نقوم بحذف ملف CF الآن RM للملاحظة قبل الحذف للملف نستطيع أيضا من إسدام ECO ثم تحديد عدد الحروف تبدأ من A إلى D أو ما بين هذه الحروف يقوم بالتباعتها كما تشاهدون الآن نقوم بتحديد مثلا التحديد مثلا M و B مثلا يقوم بالتباعت الملفات التي تبدأ من B إلى M مثلا B C D E F G H I J K L و إلى آخرين الآن نقوم بعمل كليل والذهب إلى حذف الملفات هنا RM تعرفنا عليه في الحلقة السابقة السابقة نود من حذف الملف SF4 الآن قمنا بحذف وتمت العملية بنجاح أكيد ولكن هنا خطر لماذا؟ لأن لا يحتوي على سؤال أي هل توضع حذف الملف أو لا فكيف نقوم بالتطبيق على الشيء؟ نقوم بالتكارل الأمر ولكن عن ملف آخر لأن نقوم بحذف هذا الملف بالفعل لأن نقوم بالتطبيق الأمر على هذا الملف وتجوبته فما تشاهدون يكون خطأ نذهب إلى ملف آخر نذهب إلى ملف 7V الآن أيضا إن قمنا بالنقر انتر لا يقوم بالسؤال ليخرج سؤال نقوم بكتابة hyphen و i و انتر الآن ثم تشاهدين remove regular input file أي هل يقوم بحذف هذا الملف نقوم بالكتابة yes أو no إن قمنا بالكتابة no لا يقوم بحذف الملف كما تشاهدون هذا هو الملف نقوم بالتكرار الأمر و نقوم بالكتابة yes أو فقط why و أنا الآن الآن فقط قام بحذف الملف و نرغب منها بحذف أكثر من ملف نقوم بإستخدام rm مثلا zero one و mnh هذا الملفات التي سوف نقوم بحذفها هنا نقوم بإعطاءها y على ملف صفر و الواحد نقوم بإعطاءها n و mnh نقوم بإعطاء yes على الآن ls يجب ملف واحد موجد أول كما تشاهدون الآن على الآن فقط نتعرف عن الملاحظة الأخيرة لنقوم بالتباعة الأرقام جميعها عبر أستريك نقوم بالتحديد الأرقام مثلا تبتها من ثلاثة إلى تسعة يقوم بالتباعة فقط الستة لماذا الآن لأنه لم نقوم بالتحديد الرقم الواحد الواحد إلى التسعة وهما بالتباعة الواحد والستة أيضا لم يقوم بالتباعة هذه الأرقام لأنه هنا تبدأ بحروب لأنه نقوم بالتحديد الآن الآن كما تشاهدون قاموا بالتباعتهم جميعا التي يحتوي على الأرقام ويبدأ بحروب أيضا ومع السلامة وأنا أتمنى لكم الاستفادة وأنا أحب أن ننهي الفيديو في هذا في النهاية أنا أحب أن ننوذ بأنه ليس من تعلمة لينكس تاني تعلمة الإختراف لأن لينكس أيضا نظام مثل Windows وأفل ولكن لينكس يركز بشكل أساسي أو بشكل أكبر على سطر الأوامر أو Command Line Interface أو واجهة سطر الأوامر وعكس نظام Windows وأفل الذي يركز على واجهة استخدام المستخدم أو Graphical User Interface للتسهيل العملية ومع السلامة نلقاكم في حلقة جديدة إن شاء الله وفي حلقة الأشرين نقوم بشرح الملحقات المفروضة إن شاء الله ومع السلامة ونعتبر إن تأخذنا في هذه الحلقة